يحيي جنوب السودان الذكرى الرابع لاستقلاله في ظل أوضاع مأسوية بعدما وضعه تقرير للأمم المتحدة خصصة لتأثير الحرب في المرتبة الدنيا فيما يتعلق بالتنمية البشرية وترتكب فضاعات على نطاق واسع في هذا البلد الذي يشهد حربا منذ 18 شهرا مع تعرض نساء وفتيات لاغتصاب جماعي وتجنيد الأطفال للقتال وهذا الواقع يلقي الضوء يوما بعد يوم على عجز الأسرة الدولية عن وقف تصاعد دوامة العنف ويبدو أن لا العقوبات ولا الضغوط من جهة رئيسية مثل الولايات المتحدة أو حتى الصين التي كانت حاضرة بقوة في القطاع النفطي الذي بات اليوم مدمرا تؤثر على طرفي النزاع معسكر الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق وخصمه رياك مشار واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان منتصف كانون الأول ديسمبر 2013 مع معارك في صفوف جيش جنوب السودان الذي انقسم بسبب الخلافات السياسية الإثنية بين كير ومشار وانضمت ميليشيات قبلية عدة إلى هذا الطرف أو ذاك في المعارك التي شهدت مجازر وتجاوزات وحتى فضائع وأقر كل من كير ومشار بأنهما يتحملان جزءا من المسئولية الجماعية للأزمة حتى أنهما وقعا سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار لكنها خرقت كلها خلال أيام أو حتى ساعات والتقى المسئولان في نهاية حزيران يونيو لكن الاجتماع لم يفضي إلى أي نتيجة ملموسة وللمرة الأولى قرر مجلس الأمن الأسبوع الماضي فرض عقوبات على ستة جنرالات ثلاثة من كل معسكر بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر